هي أول تجربة فريدة من نوعها بولاية عينجزام الحدودية حيث قام هذا المستثمر بعملية زرع مادة الشعير كأعلاف للمواجي معتمداً الرشا المحوري الحمد لله نتيجة كما تشوفوا فيها بدنا في جنف والحمد لله الزرع بدنا في جنف والجرع وانا قريب إن شاء الله الحصد ونشكر الوالي وولاية التمرس على المجهودات التي زارنا فيها شحال مرة تقريباً خاطرات والحمد لله رئينا قمنا بهذا التحدي ومدى بنا يدعموا يزي للشباب والمستثمرين الخواص يدعموا الشباب تاني رغم صعوبة وقساوة المناخ بهذه المنطقة إلى أنه رفع التحدي وحقق نتائج لا بأس بها نظراً لوفرة المياه وملاءمة الجو لمثل هكذا زراعات درنا أول تجربة في عين قزامت زرع الشعير وراك تشوفها على عينك راي ناجحة راي تقريب الحبة راي تقريب السبولة في 11 الحبة هكتشوفت على عينك وحسبناها في 11 الحبة ولهذا نطالبه من المستثمرين والمستصلحين تعلف الفلاحة يجي التجربة راي سرات أنا جربت وانجحت درتها كوراج وانجحت راي ناجحة الحمد لله وهذا بفضل المصارح الفلاحية عاونونا والسيد والي ولي التمرس اللي زارنا هنا ثلت خطرات والربعة ويعاون ويسجع وراه كل يوم يتابعها هاتفيا مع مصارح الفلاحة وهي الحمد لله هذه المستثمرات اللي دار فيها أول تجربة لزراعة الشعير بالمنطقة اللي هنا رأنا نشوفوا البيفو الرش المحوري لمساحة 50 هكتار اللي نعتبروها جد ناجحة وقع الزراعات السوقية اللي تحتاج لبويت المحمية نقدر نزرعوها في الشتاء هنا في جونفي في فريق نقدر نزرعوها هذا الشيء هذا اللي خلل الناس تخوف بزاف من زراعة الحبوب احنا نقول لهم اليوم رأي منطقة عنقزام الحدودية رأي فتح أبوابها المستثمرين الكبار اللي قدروا يفلحوا هي دعوة لجميع المستثمرين لخوض هذه الزراعة وتجربة ناجحة بعنقزام مقابل الدعم الذي تقدمه مؤسسة الحبوب والبقوليات الجافة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة